افتتح المتحف الذي يحمل اسم عائلة تلحمية معروفة في عام 1999 بعد ترميم المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر الميلادي كمتحف اثنغرافي متخصص في إنتاج زيت الزيتون وذلك في إطار مشروع بيت لحم 2000 وتعرض المتحف عام 2002 خلال الحصار الإسرائيلي لكنيسة المهد لإقتحام نوة تحطيم أجزاء من محتوياته طبعا الاسم بدجقمان نسبة لعائلة تلحمية فلسطينية كانت تملك هذا البيت بالإضافة إلى البد اللي هو حجر معناه الحجر الكبير اللي بتتم فيه عملية هرس الزيتون ويحتوي على معصرة وعلى مكبس لعصر الزيتون ورمم واكتمل الترميم في عشر اطنعش الالفين واربعطعش من قبل القنصلية الفرنسية العامة في القدس وبتمويل من الحكومة الفرنسية وتم الترميم على أسس قديمة أي استعمال المواد القديمة أو القريبة في الترميم سواء في القصارة أو في الكحلة وكشفت حفريات ناثرية عن قطع صدف وخرز وأساور أحدية اللون ومتعددة الألوان وعملات تعود لفترات مختلفة وقطع فسيفسائية مذهبة تعود للفترة البيزنطية شبيهها بالتي استخدمت في تزيين جدران كنيسة المهد في عصر لاحق أطعنا من خلال هذه الحفرية أن نحدد التسلسل الطبقي للاستقرار البشري في مدينة بيت لحم ابتداء من الفترة الرومانية والبيزنطية وانتهاء بالفترة الوثمانية ماذا أضافت هذه الحفرية؟ لماذا تعلمونه عن بيت لحم؟ طبعا أضافت الكثير أولا أضافت من جانب علمي أن مدينة بيت لحم كانت مدينة مأهولة من الفترة الرومانية إضافة لذلك تم الأثور على مكابر في تل بيت لحم اللي هو بشكل أعلى التل منطقة كنيسة المهد على كبر برجة على فترة الـ EP4 اللي هي فترة العصر البرونزي المبكر الرابع فترة المتحف زوار من جنسيات مختلفة من دول عربية ومن دول غربية بالإضافة إلى الزوار المحليين اللي بيتعددوا بين طلاب جامعات طلاب مدارس وزوار عاديين وعيد افتتاح المتحف بعد انتهاء الحفريات في شهر تشرين الثاني عام 2014 وتم ترميمه من جديد تحت اسم متحف البد بيت الفني والتاريخ وقد استحدثت فيه مجموعة غرف تعرض لتاريخ مدينة بيت لحم والاثار المكتشفة في حفرية حديقة البد ونماذج من عمدة كنيسة المهد مزينة بأيقونات تم إنتاجها بتقنية التصوير الرقمي علاوة على صور عن بيت لحم في القرون الماضية كما يتخيلها الرسامون